رئيس الشرطة النمساوية يكرم شاب سوري بعد قيامه بعمل بطولي والموضوع ده يعني بنكرر لحضراتكم والجالية السورية هدينا لما بنلاقي حاجات إيجابية هدينا من أوائل الإعلان عنها شاب سوري زي ما بنقول أو بننقل الشباب اللي بيكون عندهم أخطاء أو عمليات احتيال أو 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 لما بيكون فيه مناسبة أن فيه حد كرم بشكل معين أو يعني كرم سواء على مستوى التعليم أو المستوى الإنساني ومعنا الأخ علوش عبدالله علوش ده وده كان ساعد أحد المسنين اللي كان بيطلب أو بيستغيف يعني من عملية احتيال تمت عليه عملية ساعدة عن طريق واحد روماني وهو طبعا جيري وصورة بطول مخافش على نفسه جيري ومسك الراجل وخلى يعني فضل ماسك فيه لغاية ما الشرطة جات وأبضت عليه وتم تكريمه من رئيس الشرطة النمسوية حالة زي الحالة الإيجابية دي تكلمنا عنها زي ما بنتكلم على السلبيات مئة بالمئة والله صراحة فعلا يعني نحن إنفو جرات كان لها الشرف بصراحة أنها تعرفت على الشاب عبدالله علوش وقامت بنقل ونشر قصته لكامل النمسا وحتى فيه أكتير من المواقع ووسائل الإعلامية صراحة تناقلت هذا الخبر نقلا عنه وفعلا نحن بنحيي عبدالله علوش اللي هو عم يسمعنا هلأ بجوز أو بيشاهد المقطع فيما بعد أنه فعلا هو يمثل كل سوري محترم يمثل كل سوري شريف يمثل كل شخص يحترم البلد المضيف التي جاء منها يحترم أصله يحترم عرقه يحترم يعني كل تربيته المنزلية التي خرج منها وبالتالي استطاع وسمح لنفسه لأن يقوم بهذا العمل البطولي حيث أنه يعني شاهد عملية سرقة تحصل قدامه وشخص كبير بس يعني شوف أنت وين شخص بغلق عمره تقريبا 80 سنة يتعرض لعملية الاحتيال وقال لي عبدالله أنا كلمني شخصيا قال لي أنا حتى كانت لغتي يعني ضعيفة حاولت أفهم منه شو صار يعني حاولت أفهم منه فعم بيقل له أنه بالضبط فإنه تم قال له مين يعمل له فوز أشر له على الشخص فتفه وعم يركض وكان معه سيدة أيضا رومانية كمان هي يعني اثنين الشخصين اللي سرقوا فهو ركض وراء هذا الشخص اللي ركضت فيه تقريبا من منطقة قريبة من اشتيفان بلاتس حتى الكارتس بلاتس يعني ركض وراء مسافة طويلة بعدين قفز عليه ووقعوا على الأرض وضلوا ماسكوا اللي حتى اضطريت أني يعني أسبته بطريقة مؤلمة حتى حتى فعليا وصلت الشرطة وقامت باعتقال هذا الشخص هذا الشخص عبدالله فعليا هذا شخص فعلا بطل وفعلا يشكر على هذا العمل اللي قام فيه وقبل كده كان فيه برضو في حادث الثاني من نوفمبر مع عملية الاغتيالات اللي حصلة بيه برضو شاب سوري فلسطيني من غزة وبرضو ذكرنا عندنا هنا في انفوغراس فأكيد يا سيد الكريم العمل البطولي والعمل الجيد لا يخفي نفسه وبالعكس يعني هذا قام رئيس الشرطة النمساوية شو كان نسمه سيد الكريم رئيس الشرطة النمساوي نعم يعني هو اللي قام بذاته بتكريمه دكتور جهرد بروست بالضبط بتكريمه رئيس الشرطة النمساوية في فينا طبعا نعم كان موجود طبعا بعض القيادات بس زعلوني الهدية للدهالو ده يعني عبوة عسل سيد الكريم هذا فعليا هي هدية رمزية ولكن الاكثر من ذلك استاذ الكريم معلش نحن هون الشيء بالشيء يذكر هذا الشاب عبدالله علوش هل يوجد هل يوجد جمعية عربية هل يوجد اي احد من السوريين دعاه لعنده وقام بتكريمه وقام بتكريس هذا النجاح لان يسوق هذا النجاح فعليا ويفتخر به كل سوري صراحة اعتقد تكريمه ان الشرطة النمساوية ده برضو شيء مهم جدا لان هو كده يعني انا الذي اقصده الساز الكريم الذي اقصده ما بعد هذا التكريم يجب ان يتم الاعتراف فيه مجتمعيا من هو المجتمع المجتمع هي الجمعيات الموجودة هنا المحسوبة على السوريين وغيرهم بصراحة انا كلمت له عبدالله علوش قال لي لم يتصل بأحد وفي الوقت نفسه ولا في نفس الوقت انت بتحب في الوقت نفسه في الوقت نفسه هاي الجمعيات مع الاسف شفناهم برمضان عزائم وولائم تحت اسم تضامنا مع غزة بصراحة ما هي انشطاتكم بيدعوا اشخاص مكررين وجوه معروفة دعوات مكررة اشكال مكررة ولكن في نفس الوقت هذا البطل عبدالله علوش وغيره الكثيرين نعم وغيره الكثيرين ممدوح مع الاسف يتم تجاهله هذا اندل على شيء فانما يدل على العديد من عقد النقص الموجودة مع الاسف عند من يديرون هذه الجمعيات لان لا يدعو ويكرموا ويصور ويمجل ويقال الجمعية الفلانية كرمت هذا البطل وغيره العديد من الابطال يعني فيه كتير على فكرة اكتر من شخص انا اتصل فيه نتواصل معي قال لي والله احمد انا فعلا كمان مرة صار معي موقف وكمان مساكت حرامي قال لي بس انا ما كرمني يعني قال لي صارت القصة بعجل وكذا واجت الشرطة واختده ففعليا يوجد العديد من الابطال بصراحة ما رح نطيل بالكلام الخلاصة انه هو الاشخاص دي لابد فعلا من تكريمة وهي دي الاشخاص اللي يجب وده اللي يجب عليها ان يكون لها وجود او تواجد في النمسا مش المحتلين في المشهد في المشهد يعني شفت اربعة اجتمعوا وراحوا طعنوا شاب طب هذا الشاب هذا عبدالله علوش اللي هو فعليا قام بهذا العمل يجب ابراز هذه الاعمال يعني احنا صحيح احنا الحمد لله قمنا بنشر قصته وصلت للالالاف بالنمسا للالاف يعني عندي انا قراءات الموقع وصلت لأكثر من خمسين الف شخص في النمسا يعني احنا قمنا بواجبنا فعلا بنشر قصته طب هو كره من الشرطة واحنا قمنا برضو بتكريمه ونتمنى يعني يكثر من من امثاله ولا يكرم الكريم الا الكريم نعم